برضو في بريطانيا هذا الخبر بس عن طفلة فالطفلة فعلا عندها إصرار عندها تمكن عندها عزيمة جدا قوية هذه الطفلة اسمها ديزي تحب أو الطفلة هذه جو قال لها الأطباء أنها للأسف الشديد ما رح تقدر تمشي أبدا لأنه عندها مشكلة في العامود الفقري وتشوهات مفصل الفخد أيضا وكمان القدمين الطفلة هذه كانت فعلا قوية وفعلا مصرة ما توقفت وما خلت هذا الكلام أنه يوقفها ويمنعها أنه هي ما تكمل حلمها بأنها تكون عارضة أزياء ديزي يا بنات أعلنت أنه رح تكون في عرض أزياء خاص بالأطفال ولكن على طريقتها الخاصة قريبا طبعا كثير من الناس تفاعلوا معاها في مواقع التواصل الاجتماعي بكل حب ودعم وبصراحة أنا أدعمها ويعني أتمنى لكل توفيق ومرة متحمسة أشوف كيف رح يكون عرض الأزياء المختلف نبغى عرض الأزياء المختلف مو شرط يعني حتى الأطفال يكونوا كذا استغفر الله كشرين يمشون لك في الرانو ويتحسين جايين تضربوك بشي ترى بس هم كذا بروتوكولات المشي وعرض الأزياء كذا للطفل يكون كذا فيسه ما في أي معالم في وجه كذا حتى يعلمونه مدربونه عرض الأزياء أطفال حتى ما العرض الأزياء عرض الأزياء مين قال أنه مفروض أنه هو لي يعني كذا ما يقدرون يعطون المساحة للطفل يمشي ويبتسم الناس بتنهار على الطفل وعلى ابتسام تنسونا الشيء الأساسي هو اللبس هو بالعكس بالعكس إحنا الكوتنة مو في اللبس وشكل يعني أنا الحين لو شفت طفل كشر وكشخة أقوى شيء هذا هو لو تقول عرض الأزياء لأنه مفروض أنك ما تقسري بابتسامة الطفل وتتجين على الطفل وتنسين المصمم الأزياء اللي عارض قطعته وفكتوريا سيكرة هذه الأروض اللي بتصير يعني لا فكتوريا سيكرة غير ما تفرج كمان ما هي نفس الشيء حاطت جوه الحشو حق اللبس ممكن يكون شيء عرفتي يلفت أنت باعها الناس بشكل أو باعها أصلا دكتور سيكرة الحال ويلفت بسمها هذا موضوع طب شكرا